بسم الله الرحمن الرحيم طلبت وطالبات الثانوية العامة بمراحلها الثلاثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موعدنا مع حل قطع جديدة من قطع الثانوية العامة فلنبدأ The next time you take print out is necessary إبهال المرة القادمة اللي انت بتطع فيها وراء بدون ضرورة Or you throw a paper into the pen أو بترميب فيها ورقة في طان في صفيحة القمامة Think for a minute فكر لدقيقة واحدة As to how many trees have been filled في عدد الأشجار التي قد قطعت أو سقطت To manufacture something you use so often every day لتصنيع شيء انت بتستخدمه كثيرا كل يوم Can you take out some time from your everyday routine فالممكنك أن تأخذ بعضا من الوقت من روتينك اليومي And devote it to starting a simple recycling program at your school وتبدأ وتخصصه أو تكرسه لبدء برنامج أعادة تصنيع بسيط أو أعادة تدوير بسيط في مدرستك Or your neighborhood أو في الجيرة بتاعتك أو الحي بتاعك Not only would you save our planet فأنت ليس فقط سوف تنقذ كوكبك الأرضي But you would also reduce generation ولكنك أيضا سوف تقلل التوليد طان للكارباء وما شابه ذلك And dumping of waste into the environment وطان وإلقاء المخلفات في البيئة Using recycled paper Conserves natural resources استخدام الورق المواعد تصنيع بيحافظ على الموارد الطبيعية As our world wide population grows بينما تعداد السكان العالمي بتاعنا بينمو The strain on these resources become even greater الشد طبعا على هذه الموارد بيكون أكبر أو أعظم بإذن أنه بيزداد الطلب عليها The strain on the water or the shed أو الضغط ممكن تترجم منها بمعنى الضغط إبقى الضغط على هذه الموارد بيصبح أكبر You can reduce the number of trees cut down for manufacturing paper يمكنك أن تقلل عدد الأشجار التي تقطع من أجل تصنيع الورق In addition to saving land fill space بالإضافة إلى طبعا توفير الأماكن اللي بترمى فيها القمامة يا land fill لما كان يفحر فيه وبتضع فيه الموارد النفاية There is a reduction in air pollution ويكون فيه تقليل في التلوث الهوائي As a paper recycling program gives a positive image إبقى برنامج لعادة تدوير الورق بيعطي طران صورة إيجابية Parents can teach their children the importance of recycling الوالدان يمكنهم أن يعلموا أطفالهم أهمية عادة التدوير Schools can also train students to make paper products like cards, files, folders, invitation cards and certificates بالمدارس يمكنهم أيضا أن تدرب الطلاب على عمل منتجات ورقية مثل كروتا والفايل الملفات Folders أيضا ملفات أو مطويات Invitation cards كروت الدعوة والشهادات The real success of such programs is visible in the simple acts like students exchanging books بالنجاح الحقيقي في مثل هذه البرامج بيكون مرئي أو منظور في الأعمال البسيطة مثل أن الطلاب يتبادلوا الكتب This is amazing that only a single sheet is saved by each child هذا طعن شيء مدهش بأن لو ورق فرخ واحد أو ورقة واحدة مفردة لأ single sheet يعني شيط لها فرخ الورق Is saved by each child لو توفر بواسطة كل طفل يعني لو كل طفل توفر ورقة واحدة Four thousand trees could be saved by students only أربعين ألف شجرة ممكنية تنقذ أو توفر كل عام بواسطة الطلاب فقط If we keep our minds focused on the desire to be friendly to our earth لو إحنا جعلنا طعن هنا تفكرنا وانتباهنا متركز على الرغبة في أن إحنا نكون وجودين للأرض يعني منظرهاش And its resources ومواردها Recycling will become important عادة التدوير سوف يصبح مهما After a while وبعد فترة أو برهة من الزمن We will be in the habit of recycling the paper هنكون لدينا العادة أنه نعيد تدوير الورق إلى السلة وإجابة An appropriate title for the passage could be بل عنوان مناسب للقطع لappropriate للقطع ممكن يبقى طعن أعرى بإجابة لي think of the environment إبقى فقر في البيئة السؤال التسعة عشر The highlighted word strain is closest in meaning to فكلمة strain إن المعنى شد أو توطر أو ضغط أكون أقرب في المعنى الكلمة A تعني تبقى pressure لهو الضغط 20 The more the world population grows than what the natural resources are تعني ليلحل العلاقة هنا بكون ترضية ليبقى give the more the fewer نية الصفات من الدرجة التانية بمعنى كل ما كل ما إبقى كل ما تعداد السكان الزاد أو نمى تعني تبقى كل ما قلت الموارد الطبيعية The fewer the natural resources are تعني تخذنا في يور وليس لس عن resources جمع 21 According to the passage تبقى للكطع Recycling means عادة التدوير يعني تعني تبقى reuse things بعادة استخدام الأشياء 22 How can students help in saving trees in directory إبقى زي الطلاب ممكن يساعدهم في توفير الأشجار بطريقة غير مباشرة تعني تبقى الإقابة They can exchange books يمكنهم أن يتبادلوا الكتب 23 Trees are important because they're not للأشجار مهمة لأنها تعني تبقى الإقابة Reduce air pollution إذا بتقلل التلوث الهوائي 24 The main idea of the third paragraph is الفكرة الرئيسية للبارغراف الثالث هي تعني تبقى الإقابة Recycling safe or natural resources إبقى عادة التدوير بينقذ أو بيوفر مواردنا الطبيعية 25 According to the passage طبقاً للكطعة Recycling paper is the process by which عادة تدوير الورق هي العملية التي تعني عن طريقها أي بقى West paper is turned into new paper products الورق النفايات أو الأديم بتحول إلى ورق منتجات ورقية جديدة شكراً لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته